موح في وقت الظلام الصالحات منهن من تبتلى بمرض شديد وتصبر وتحتسل ولا تنفطع عن الدعوة الصالحات ومنهن من تخرج من الجامعة لأجل الاختلاف ومنهن الأم الصابرة على فراق زوجها فهي تقوم برعاية الأولاد وتربيتهم على الخير والفضيلة الصالحات الشرقية مادنى الطهر الثمين درة بالحق غراء الجبين الشرقية مادنى الطهر الثمين درة بالحق غراء الجبين ومنهن من تسلم وتؤذى لأجل دينها وتطرد أو يضيق عليها وهي شامخة بإيمانها لا تنتني ومنهن من لا ترضى إلا بالفردوس الأعلى فهؤلاء هن القدوات القدوات الصالحات الصالحات القانتات الحافظات للغيب بما حفظ الله المطيعات لله المرضيات لأزواجهن مواقف فقالت أنا في الفردوس الأعلى قالت بماذا؟ قالت عليك بكثرة السجوم مواقف صيبت في حادث بشلل الرباعي جعلها طريحة الفراش أكثر من خمس عشرة سنة هم لها في كل باب من أبواب الخيسة هم جعلت بيتها مستودع للمعونات للأسر المحتاجة هم وتعطي أسرة السجين وتقوم على الأرامل والمساكين وكفلت خمسمائة أسرة من الأسر المحتاجة وقد كفلت ثلاثين يتيما أيضا هم لا تتكلم اعتاد زوجها هذا الوضع مؤمنا بقضاء الله عز وجل في ليلة من الليالي استيقظت المرأة وبدأت تصلي بصوت مسموع لا تتكلم فقام زوجها فرحا ثم سمعها تنطق بالشهادتين نطقا واضحا صحيحا وكان زوجها ينتظرها تنتهي من صلاتها فرحا بها لكنها كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز أم صال امرأة بلغت الثمانين من عمرها تفرغ لحفظ الأحاديث هم إنها بدأت في حفظ القرآن في السبعين من عمرها المجاهدات اللا يصبرنا وجاهدنا واحتسبنا ودفعنا أولادهن لطلب الشهادة ونصر المسلمين المجاهدات فصبرا آل يا سيد فإن اللقاء بكم بإذن الله عز وجل في الجنة المجاهدات نساء الفلوجة نساء الفلوجة إنها إحدى المفاخر في هذا العصر زمن الركوع والذلة من غير قلة والخنوع بلا رجل فصرت النساء على أي متن مع أزواجهن وآبائهن وأولادهن فنساء الفلوجة لن يكن أقل من رجالها في المقاومة إن نساء العراء فاهمنا العدو الغاز الغادر أما لن ندافع عنهن الرجال يبنة الإسلام يا نسنى الأولى سطر الأمجاد بالفتح المبين فتحوا أقفل في وجه الضحى مؤسسة الهجرة للإنتاج الإعلامي والتوزي يقدم مواقف مؤثرة من حياة الصالحة لفضيلة الشيخ عبد السلام العييري الحمد لله الذي فلق النوى والحب وخلق الفاكهة والأب وأبغض وكره وأحب وأمرض وداوى وطب أنشأ الإنسان والحيوان بقدرته فدب فالعجب لمربوب يجحد الرب أشهد أن لا إله إلا الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد سبحانه وسعت آثار رحمته أهل الأراضي وسكان السماوات يا غافر الذنب العظيم وقابلاً للتوب قلبي تائب ناجاك يا رب عدت إلى رحابك تائباً مستسلماً متمسكاً بعراك إني أويت لكل مأوى في الحياة فما رأيت أعز من مأواك وتلمَّست نفسي السبيل إلى النجاة فلم تجد من جاء سوى من جاك أدعوك يا ربي لتغفر حوبتي وتعينني وتمدني بهداكاً أشهد أن محمدًا عبده ورسوله أشرف الخلائق خلقًا وخلقًا ورضي الله عن أصحابه حازوا كل الفضائر سبقًا فما حملت من ناقةٍ فوق ظهرها أبرَّ وأوثى ذمَّةً من محمدٍ أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحمد الله تعالى أن وفَّقني لجمع سير الصالحات فلقد ظننت أن الصالحات في زماننا أقل من الأزمان الغابرة السابقة لكن لما رأيت وبحثت وجمعت بعض الأخبار وجدت العجر ومما أفرحني ولله الحمد أن توجد مثل هذه النماذج في زمن الفتن فهن شموخٌ في زمن الانكسار وشموعٌ في وقت الظلام لما بدأت أُقلِّب الأخبار وأجمع المواقف وقفت أمام نساءٍ يتابعن أمهات المؤمنين ويرِدنا الله والدار الآخرة منهن من تُبتلى بمرضٍ شديدٍ وتصبر وتحتسب ولا تنقطع عن الدعوة ومنهن من تُخرج من الجامعة لأجل الاختلاط ويصعُب عليها البقى كاشفةً وجهها للرجال ومنهن الأم الصابرة على فراق زوجها فهي تقوم برعاية الأولاد وتربيتهم على الخير والفضيلة ومنهن من لا تتخلى عن الحجاب وإن أغراها المفسدون ولا أنس نساء فلسطين والشيشان والعراق وأفغانستان ألا يصبرنا وجاهدنا واحتسبنا ودفعنا أولادهن لطلب الشهادة ونصر المسلمين ومنهن من تُسلم وتؤذى لأجل دينها وتُطرد أو يضيَّق عليها وهي شامخةٌ بإيمانها لا تنتني ومنهن العابدة في مصلاها المعرضة عن زخرف الدنيا ومنهن من لا ترضى إلا بالفردوس الأعلى فيهن الداعية الحكيمة المُتأطِّفة بزوجها التي تدعوه إلى الله عز وجل فيهن المُحسنات المُتصدِّقة على الأرامل والأيتام ومنهن المُتسابقات لدول تحفيظ القرآن والمُسابقات العلمية وسأختمُ ببعض النماذج من الفنانات التائبات الصابرات على الأداء أما لماذا هذه المواقف للصالحات؟ فلأننا في زمنٍ كثُرت فيه الفتن ولُمِّع الفساد وضُخِّم تدوار المُفسِدات وتهجَّم المُفسِدون على المرأة المُسلمة وحجابها وحيائها بشتَّة الوسائل ففي ذكر هذه النماذج دفعةٌ قويةٌ للمؤمنين أن يطمئنوا ويتفاعلوا بقوة الحق وصبر المُسلمات في زمن الإغراء وأردت أحباب الكرام بهذه المواقف أن أوجِّه خطاباً غير مُباشر للرجال ليعملوا كبعض الداعيات وأن تتحرَّك الهمم من الرجال والنساء للدعوة إلى الله عز وجل ولم اقتصر على جانبٍ معين بل ذكرت مواقف متفرِّقة في العلم والعبادة والصدقات وحفظ القرآن فهؤلائهن القُدوات الصالحات القانتات الحافظات للغيب بما حفظ الله المُطيعات لله المُرضيات لأزواجهن حورٌ حرائر ما هممنا بريبة كضباء مكة صيدهن حرام متحجِّبات في الخدور أوانِسٌ ويصدُّهن عن الخنَ الإسلام إن التاريخ عباد الله مليءٌ بالمواقف والقصص لكن حرِصتُ أن تكون هذه النماذج من زماننا هذا من نساءٍ عِشنا في عصرنا ليكون الخبرُ أكثر وأثرًا وإني عازُمٌ بإذن الله عز وجل على مواصلة المواقف للصالحات لأن الوقت لا يكفي لطرح ما جمعت وأين من كانت الزهراءُ أسوَتَها ممن تقفَّت خُطَى حمَّالة الحطَبِي هذه المُحاضرة لم موجِّهها للمُستقيمات أو الداعيات، فحسب، بل لكل النساء فإن كانت مُسرِفةً على نفسِها أو غافلة فلتقتَدِي بهؤلاء القُدوات والله أستعين في كل عمل إليه قصدي وعليه المُتَّكَل ثم إلى الشروع في المقصود النُقطة الأولى متفرِّقاتٌ فيهما من عجيبة عمَّة أحد طلاب العلم دائماً تصلي ولا تُرى إلا على مُصلاها ولما ماتت رأتها قريبةٌ لها على صورةٍ حسنة فسألتها عن حالها فقالت أنا في الفردوس الأعلى قالت بماذا؟ قالت عليك بكثرة السجود أخبرني أحد طلاب العلم أنه اتصرت به امرأة وهي تبكي وظنَّها أنها قد أذنبت بل قالت له يا شيخ إني قد عصيت الله عز وجل معصيةً عظيمة فلما استفسر منها وسألها فإذا هي قد تركت صلاة الوِتر البارِحة فقالت هل من كفارةٍ أكفِّر بها عن ذنوبي امرأةٌ أخرى تتمنَّى عنها إذا دخلت الجنة أن تجلس تحت شجرة وتصلي وتعبد الله عز وجل لحبها للصلاة وتعلُّقها بها في السنة الماضية سافرت معنا هذه المرأة وهي من قريباتي سافرت معنا إلى المدينة وقد شقَّ عليها وقت النهي فكانت تبحث عن فتوى أو دليل أو قول لأحد أهل العلم تريد أن تصلي في وقتٍ نهي حتى تستغل بقاءها ووقتها في الحرم تقول إحدى مُديراتي دول تحفيظ القرآن لما افتتحنا الدار كان عندنا درجٌ في الشارع ولم نجعل ممرًّا للعربات لا لكبيرات السن ولا للمعوقات قالت وفي اليوم الأول للتسجيل فوجئنا بامرأةٍ تجاوزت الستين من عمرها وهي تحبو على الدرج تريد الدخول للدار فالتحقت بهم لكن صعُب عليها الاستمرار بعد مُدَّة ولم تستطع أن تواصل الحفظ لكبر سنها وقعدت في بيتها أم العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله لما ولدته كانت صائمة يوم عشورة امرأةٌ أخرى عُقِد لها سحرٌ وعُرِضَت عليها الرُّقِيَة الشَّرعية فامتنعت ولا تريد أن ترى الرجال ولا يراها الرجال فبدأت تعالج نفسها بالقرآن أشهرًا تقرأ على نفسها سورة البقرة كل ليلة حتى فكَّ الله عز وجل ما بها من السحر إن مسَّنا الضُرَّ أو ضاقت بنا الحيَّل فلن يخيب لنا في ربنا أمله أخرى من الصالحات حفظت القرآن وهي فوق الستين وأخبارها عجيبة لكن ملخَّص الخبر وملخَّص هذا الموقف أو المواقف لها أنها تجاوزت الستين ولما ختمت القرآن في رمضان الماضي استاجرت امرأةً لا تعرفها ولا تعرفها النساء التي حولها حتى تسمِّع لها القرآن كاملاً ولا يعلم بخبرها إلا قلَّة من النساء وأخذت العهد على بعض النساء ألا يخبرنا أحداً فتاةٌ بكرٌ كانت حاملاً فصعدت الطائرة في أول حملٍ لها ولم يعلم بحملها لما أرادت أن تصعد وكانت مع زوجها في الطائرة فبدأ بها المخاض للولادة فتحمَّلت وتصبَّرت ولم تُخرِج صوتًا ولا تألُّمًا وتخشى أن يظهر صوتُها للرجال وإذا سأل أحد الموظفين زوجها ما بها قالت تشكُّ من بعض الآلام فكانت صابرةً لا تريد أن تلِد بين الرجال بل ولا حتى بين النساء أو يسمع صوتُها الرجال أو يراها أحد واشتدَّ بها المخاض وخرج منها الماء قبل الولادة ثم خرج منها الدم وهي صابرة محتسبة ولما نزلوا للمطار وهبطت الطائرة دعا قائد الطائرة بالإسعاف وحضر رجلان من رجال الإسعاف ولم ترضى أن تلِد في الطائرة حتى بعد الهبوط فلما ذهبوا بها إلى غرفة الإسعاف ولدت عند الممرِّضات وصبرت وتحمَّلت ولم ترضى أن تلِد بين الرجال فتاةٌ أخرى لها همَّةٌ عظيمة شابةٌ معاقة أصيبت في حادثٍ بشللٍ رُّباعي جعلها طريحة الفراش أكثر من خمسة عشرة سنة امتلأ جسمها قروحًا وتآكل اللحم بسبب ملازمتها للفراش ولا تُخرِج الأذى من جسدها إلا بمعاونة أمها لكن عقلها متدفِّق وقلبها حيٌّ مؤمن ففكَّرة تخدم الإسلام ببعض الأمور فوجدت بعض الأساليب والطرق التي تنفع بها دين الله عز وجل أو تنفع بها نفسها وتنشر دين الله عز وجل فجعلت ما يلي أولاً فتحت بيتها لمن شاء من النساء أن يزورها أو حتى من الناس من أقاربها ومحارمها أن يزورها ليعتبر بحالها فتأتيها النساء ودارسات التحفيظ ثم تلقي عليهن محاضرةً بصوتها المؤثِّر ثانياً جعلت بيتها مستودع للمعونات العينية والمادية للأسر المحتاجة وتقول زوجة أخيها إن ساحة البيت الكبيرة لا أستطيع أن أسير فيها من كثرة المعونات للأسر الضعيفة ثالثاً تجهز المسابقات على الكتب والأشرطة وتوزِّعها على الأسر المحتاجة مع المواد الغذائية ويقول أحد محارمها إني لا أستطيع أن أحضر المسابقات إلا من طريق فلانا رابعاً لا تدع منكراً من منكرات النساء إلا وتتصل على صاحبة المنكر وتنكر عليها أيضاً تزوج الشباب والشابات عن طريق الهاتف سادساً تساهم في إصلاح ذات البيت وفي حلول المشاكل الزوجية إنها امرأة عجيبة والله امرأة أخرى تطلب من النساء دائماً الفائض من الكتب والأشرطة والمجلات فتعطيها زوجها لوزِّعها على محلات الحذاقة وأماكن الانتظار في المستشفيات من الهمم العالية فكرة عائلية فكرت إحدى الداعيات فوضعت جدولاً فيه تقييم لسلوك الطفل وحرصه على الصلاة وأخلاقه مع والديه ومع أخوانه وحرصه على النظافة وحرصه على حفظ القرآن وطاعت الوالدين وقامت بتوزيعه على أفراد عائلتها في الاجتماع الأسري الأسبوعي فأعطت كل أم جدولاً تقييم ابنها خلال الأسبوع وفي الاجتماع الأسبوعي توزِّع بعض الجوائز للمتفوقين تقول إحدى الأمهات رأيت تحسناً عظيماً كبيراً في سلوك أطفالي انتظاراً لجائزة الأسبوع أخرى لا يُطيعُها زوجُها أن تذهبَ للمحاضرات فبدأت تتصل على النساء التي تعرفهن من الجيران ومن الأقارب ومن الزميلات وتحثهن على حضور المحاضرات وهي قليلة الحضور للمحاضرات إمراتٌ أخرى في مدينة الرياض لها في كل بابٍ من أبواب الخير سهم فهي تساعد الراغب للزواج وتعطي أسرة السجين وتقوم على الأرامل والمساكين ومن أعمالها أنها تسببت في بناء سبع مساجد في المملكة وكفلت خمسمائة أسرة من الوسر المحتاجة وقد كفلت ثلاثين يتيماً أيضاً وأسلم بسببها في دولة الشاد في أفريقيا قريباً من مئتي ألف رجل وامرأة إمرأةٌ أخرى فتحت دارها للعلم والدعوة والتحفيظ فلما كثرت النساء والأطفال عندها فتحت داراً على حسابها وعلى حسب جمعها مما تجمع من النساء فتحت داراً في مكانٍ آخر إمرأةٌ أخرى أحبَّها ابن الجيران واتفقَا على الزواج فتزوَّجَا من غير لضاء أهلها وانتقَلَا إلى قريةٍ أخرى ثم رزقها الله عز وجل ببنت وبعد شهورٍ من زواجها وحصول الولد لها تصالحت المرأة مع أهلها فعادت إليهم وتابت إلى الله عز وجل واعتذرت من والديها والتزمت بالحجاب وتبينَ لها بعد مُدَّة أن زوجها وهو ابن الجيران الذي أخذها من غير لضاء أبيها تبينَ لها أنه مشعوذ ويقع في السحر ليتكسَّب من طُرُق الشعوذة فحاولت بشتَّة الطُرُق أن تدعَ هذا الرجل فهربت عند والديها وبقيت عندهم مُدَّةً طويلة فانفصلَت عنه وطلَّقَها هذا المُشعوذ فعوَّضَها الله عز وجل برجلٍ صالح وعاشت معه عيشةً سعيدة وبدأت تحفظ القرآن وتتعلمُ الأحكام وقد ضحَّت هذه الفتاة بزوجها مع أنها لم تصل إلى العشرين أما إقبال النساء على العلم فقد بلغ ببعض النساء أنهن يستمعن للكتاب الواحد أكثر من شرح من أشرطة العلماء وإحداهن قرأت فتح الباري ثلاث مرات بل لها تلخيصٌ على فتح الباري وفي الرياض أكثر من مئة وتسعين داراً نسائياً لتحفظ القرآن فيها أربعون ألف امرأة أو يزدنا وقيمة مرة محاضرة في مدينة الرياض ووصل حضور النساء إلى عشرة آلاف امرأة وقبل المغرب بساعة وصل العدد كما يقول واحد أهل العلم عن إحدى قريباته وصل العدد إلى قبل المغرب بساعة سبع تلاف امرأة من الأخبار أيضاً مرض الأولاد قد يكون سبب الهداية تقول أم ولد وصيب بشلل وفقد وعيه مدة عامين في المستشفى ثم خرج إلى البيت بعد تحسن شيء من حاله قالت هذه المرأة بعدما رابطت كثيراً مع ابنها في المستشفى قالت زهدت بالدنيا فلما اهتم بمنافسات النساء على الجواهر وعلى الأزياء وعلى المنابس وعلى المطاعم فازددت قرباً من الله عز وجل بالطاعات والنوافر وصارت ملازمة ذبني سبباً في زيادة الطاعة وكثرة القراءة عليه والرقية وتقول امرأةٌ أخرى إن مرض ابنتها كان سبباً في قوة إيمانها بالله عز وجل وصبرها وقوة تحملها وازداد عندها التوكل على الله عز وجل واحتساب الأجر أما بعض المريضات فيقولنا من أحسن الهدايا لنا أثناء الزيارة وأيام العيدين أن يأتي أحد الزوار بمصحفٍ أو بشريط القرآن أو بمحاضرة أو أن يأتي بكتبٍ نافعة وهذه أم عبد الرحمن تأتي مع زوجها من أقصى جنوب الرياض إلى أقصى شرقه يتركها زوجها في المستشفى للعلاج ويذهب هو لدوامه وتمر عليها فترات تحتاج إلى المستشفى كل يومٍ تقريباً فاستغلَّت هذه المرأة الداعية المريضة جلوسها الطويل في المستشفى وانتظارها لدورها في العلاج استغلَّت الوقت بالدعوة إلى الله عز وجل والتذكير به سبحانه وزيارة المريضات وتقوم بتعليمهم الصفة الصحيحة للطهارة والصلاة وأحكام طهارة المريضة ولا تترك فرصةً لدعوة ممرِّضة أو طبيبة إلا وتقوم بالدعوة وهكذا تتنقَّل بين الأقسام وقد نفع الله عز وجل بها نفعًا عظيمًا فالله مش فيها وعافِها فما أعظم الأجر تحمل في جسمها المرض وفي قلبها النور والإيمان والدعوة إلى الله عز وجل وتقوم بتنفيس الخُروبات عن المحزونين والمرضى والله عز وجل الموعد وهذه امرأةٌ أخرى لازمت رعاية زوجها المريض أكثر من عشر سنوات لم تغادر البيت من أجله وتغلق المكيف وتصبر على الحر والأذى لأجله وكانت لا تترك صيام الاثنين والخميس مع ما يعتريها من التعب الشديد امرأةٌ أخرى مات زوجها وهي في الثلاثين من عمرها وعندها خمسةٌ من الأبناء والبنات أظلمت الدنيا في عينها وبكت حتى خافت على بصرها وطوَّقها الهم وعلاها الغم فأبناؤها صغار وليس عندها أحدٌ يقوم بها ولم يلتفِت أحدٌ لشأنها ولم يصرف عليها أحد كانت لا تصرف مما ورثته من زوجها إلا القليل لأن لا تحتاج إلى أحد وذات مرةٍ كانت في غرفتها في شدة يأس وانتظارٍ لفرج الله عز وجل ففتحت إذاعة القرآن وسمعت شيخًا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل همٍ فرجا ومن كل ضيقٍ مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب تقول هذه المرأة فبدأت أكثر من الاستغفار وآمر أبناء به وما مرَّ بهم ستة أشهر حتى جاء تخطيط مشروعٍ على أملاكٍ لهم قديمة فعوُّضت هذه المرأة عن أملاكهم بملايين ووفَّق الله عز وجل ابنها أحد أبنائها فصار الأول على أبناء منطقته وحفظ القرآن كاملاً وصار الولد محلَّ عناية الناس واهتمامهم ورعايتهم لما حفظ القرآن تقول وملأ الله عز وجل بيتنا خيرًا وصرنا في عيشةٍ هنية وأصلح الله كل ذريتها وأذهب الله عنها الهمَّ والغم وصدق الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجًا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا امرأةٌ جاءها المرض رجلٌ صالحٌ عابد أصيبت زوجته بمرض السرطان ولها منه ثلاثة أبناء فضاقت عليهم الدنيا بما رحُبت وأظلمت عليهم الأرض فأرشدهما أحد العلماء إلى قيام الليل والدعاء في الأسحار مع كثرة الاستغفار والقراءة في ماء زمزم واستخدام العسل فاستمرَّ على هذه الحالة وقتًا طويلاً وفتح الله عز وجل على هذا الرجل وعلى زوجته بالدعاء والابتهال والتضرُّع وكان يجهسان بعد الفجر إلى طروع الشمس ومن صلاة المغرب إلى صلاة العشاء على الذكر والدعاء والاستغفار فكشف الله عز وجل ما بها وعافاها وأبدلها جلذاً حسناً وشعراً جميلاً قال الله عز وجل أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَاهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ أما زوجة المجاهل الصادق الصابر القدوة أحمد ياسين جعله الله في علِّيين زوجته مضرب المثل في هذا الزمان فقد رضيت به رغم إعاقته تقول عشت معه في حلِّه وترحاله اعتقل مدَّةً تقرب من تسع سنين وقمت برعايته وأسرته وحفظت ماله وعياله وبعد أن أخرج من المعتقل كنت مطلوبةً معه كما هو مطلوب وكنا ننتقل من بيت إلى بيت نخشى عليه أكثر من خشيتنا على أنفسنا واستمرت معه صابرةً محتسبة نسأل الله عز وجل يعوِّضها خيراً وقد مات معه في القصف زوج ابنته التي ليس عندها إلا بنت منه لها سبعة أشهر وهي صابرةٌ محتسبة كما أن إحدى بناتها وبنات الشيخ أحمد فقدت العام الماضي زوجها الذي لم يبق معها بعد الزواج إلا سنة وقتل وعمره أربعون وعشرون سنة وهكذا فبيت آل ياسين مات عنهم الشيخ واثنان من أزواج بناته فصبراً آل ياسين فإن اللقى بكم بإذن الله عز وجل في الجنة ولسان حالهم يقول إذا رضي الحبيب فلا أبالي أقام الناس أم جدًا رحيله نماذج عجيبة نساء الفلوجة إن مدينة الفلوجة المسمَّة مدينة المساجد وهي مفخرةٌ في هذا الزمان إنها إحدى المفاخر في هذا العصر زمن الركوع والذلة من غير قلة والخنوع بلا رجوع لما أعلن القائد الأمريكي عليه لعنة الله عن نية الانتقام من أهالي الفلوجة وتأديبهم تأديبًا جماعيًا استعدَّ المجاهدون للسفر إلى الجنان لله عز وجل ولما يرضي الرحمن ولطلب الشهادة وكان منهم من أقنع زوجته وأهله بالخروج من البلدة لأن لا يموتوا فأصرَّت النساء على أن يمتن مع أزواجهن وآبائهن وأولادهن فنساء الفلوجة لم يكن أقلَّ من رجالها في المقاومة كما قال الشيخ حارث الضالي وفقه الله إن نساء العراق قاومنا العدو والغاز الغادر لما لن يدافع عنهن الرجال وصدق من قال وراء كل رجلٍ عظيم امرأةٌ عظيمة إنهن يُرِدنا ما عند الله عز وجل كما الرجال ولسان الواحدة منهن وهي تُدافع عن بلدها وجدنا الصالحين لهم جزاءً وجناتٍ وعينًا سلسبيلا امرأةٌ صالحةٌ ومُتصدِّقةٌ كريمة شهد لها بهذا الأمر المُقرَّبون خمسونة عامًا مرَّت عليها وهي بكنا لا تتكلم اعتاد زوجُها هذا الوضع مُؤمِنًا بقضاء الله عز وجل وفي ليلةٍ من الليالي استيقظت المرأة وبدأت تصلي بصوتٍ مسموع فقام زوجُها مستغربًا فرحًا ثم سمعها تنطق بالشهادتين نُطقًا واضحًا صحيحًا ثم تضرَّعت إلى الله عز وجل بالدعاء وكان زوجُها ينتظرها تنتهي من صلاتها فرحًا بها لكنها توفيت بعد قيامها الليل هنيئًا لها فمن مات على شيءٍ بُعِث عليه ثم وقفةٌ بين هذه الأخبار فخر النساء ألَّف الإمام الذهبي ميزان الاعتدال ذكر فيه مئاتٍ من الرجال المُتَّهمين في رواية الحديث ثم قال رحمه الله تعالى وَمَا عَلِمْتُ مِن النِّساءِ مِن اتُّهِمَتْ وَلَا مَن تَرَكُوهَا وكان للحافِظ ابن عساكر أكثر من ثمانين شيخة وحافِظة وراوية روى عنهن الحديث وكان للسيوط من الراويات اللائي روى عنهن قرابة العشر ثم وقفةٌ أخرى بعنوان نداءٌ للنساء يا نساء العلماء والدعاة الإمام أحمد رحمه الله تعالى ذكر زوجته بعدما ماتت فقال رحمه الله مكثنا عشرين سنة ما اختلفنا في كلمة يا زوجة العالم ويا زوجة طالب العلم ويا زوجة الداعية إن العالم ليس لكه وإن طالب العلم للناس وإن الداعية لبدل الخير للغير فاحتسب الأجر إذا انشغل أو سافر أو سهر في طلب العلم وأحمد الله عز وجل أنه يقوم ويرفع عن هذه الأمة فرض الكفاية وربما لا يقوم بأعمالٍ إلا وأنت معه في الأجر تبذلين الراحة له ولا تشغلينه بالطلبات وتحفظين عليه وقته وأولاده والعوض من الله عز وجل إننا نعجب كثيراً كثيراً من بدل العلماء ومواقف العظماء لكننا ننسى أن معهم في بيوتهم نساء ماجدات خالدات يدفعنهم للخير والعلم فلا تظنن أن العظيم من الرجال قام لوحده بل وراء كل عظيم إمرات عظيمة إمرات داعية ذكر أحد الدعاة عن إمرات في روسيا إمرات غريبة في الدعوة إلى الله عز وجل والصبر على التعليم قد صنعت هذه المرأة ما لم يصنعه الرجال ظلت هذه المرأة خمس عشرة سنة تدعو إلى الله عز وجل سراً أيام الحكم الشيوعي وتنتقل من بيت إلى بيت وتعلم النساء القرآن وتخرج الداعيات ولم تغفل أيضاً عن أسرتها ولا عن أولادها فأولادها من كبار الدعاة في روسيا وأزواج بناتها الأربع كلهم من الدعاة أيضاً وأحد أزواج بناتها هو مفتي البلدة التي تقيم فيها هذه المرأة إمرأة لتمسكها بحجابها أسلم على يديها سبعة أشخاص طالبة أمريكية متمسكة بحجابها معتزة بدينها أسلم بسببها ثلاثة من الدكاترة في الجامعة وأربعة من الطلبة لما أسلم أحد الدكاترة بدأ يذكر قصته ويقول يقول قبل أربع سنوات ثارت عندنا زوبعة كبيرة في الجامعة حيث التحقت بالجامعة طالبة مسلمة أمريكية وكانت متحجبة وكان أحد الأساتدة من معلميها متعصباً لدينه يبغض الإسلام كان يكره كل من لا يهاجم الإسلام فكيف بمن يعتارق الإسلام وكان يبحث عن أي فرصة لاستثارة هذه الطالبة الضعيفة لكنها قوية بإيمانها فكان ينال من الإسلام أمام الطلاب والطالبات وكانت تقابل شدته بالهدوء والصبر والاحتساب فازداد غيظه وحنقه فباحث عن طريقة أخرى ماكرة فبدأ يترصد لها بالدرجات في مادته ويلقي المهام الصعبة عليها في البحوث ويشدد عليها بالنتائج ولما لم تستطع التحمل وانتظرت كثيراً وتحملت تحملاً عظيماً قدمت شكوى لمدير الجامعة للنظر في وضعها فأجابت الجامعة طلبها وقررت أن يعقد لقاء بين الطرفين مع جمع من الأساتذة لسماع وجهة نظر البنت مع المعلم بحضور بعض الدكاترة والأساتذة والطلاب يقول هذا الكاتف الذي أسلم وهو أحد الدكاترة حضر أكثر أعضاء هيئة التدريس يقول هذا الدكتور وكنا متحمسين لحضور هذه الجولة والمناظرة والحوار التي تُعتبر الأولى من نوعها في الجامعة فبدأت الطالبة تذكر أن الأستاذ يبغض الإسلام ولأجل هذا فهو يظلمها ولا يعطيها حقوقها ثم ذكرت بعض الأمثلة فكان بعض الطلب قد حضروا وشهدوا لها بالصدق ولمعلمها بالكذب وهم غير مسلمين فلم يجد الأستاذ الحاقد على الإسلام جوابا فبدأ يصب الإسلام ويتهجم عليه فقامت هذه المرأة تدافع عن دينها وتظهر محاسن الإسلام يقول هذا الدكتور وكان لها أسلوب عجيب لجذبنا حتى أننا كنا نقاطعها ونسألها عن أمور تفصيلية في الإسلام فتجيب بسرعة بلا تردد فلما رأى الأستاذ الحاقد ذلك منهم خرج من القاعد واستمرت هذه المرأة مع بعض الأساتذة والطلاب وأعطتهم ورقتين كتبت عليهم عنوانا ماذا يعني لي الإسلام فذكرت هذه المرأة الدوافع التي دعتها للإسلام ثم بيَّنت أهمية الحجاب وعظمت الحياء والحشمة للمرأة وأنه سبب الزوبعة من هذا الأستاذ ولم تكتف بهذا بل قالت أنا مستعدة أن أطالب بحق كله حتى لو تأخرت عن الدراسة يقول هذا الكاتب لقد أعجبنا بموقفها وثباتها ولم نتوقع أن الطالب بهذا الثبات والتحمل وتأثرنا بصمودها أمام الطلاب والمعلمين فصارت المحجبة هي قضية الجامعة أياما يقول فبدأ الحوار يدور في عقلي وفي قلبي حتى دخلته إلى الإسلام بعد عدة أشهر ثم تبعني دكتور ثان وثالث في نفس العام ثم أصبحنا جميعا دعاة إلى الإسلام إنها امرأة قليلة المثيل في هذا الزمان حدثني أحد إخوانها بخبرها لقد ماتت رحمة الله عليها قبل مدة ليست في الطويلة هي مدرسة في الأخلاق العالية يحبها الصغير والكبير كما قال عنها أهلها وزوجها في المناسبات اجتمع عليها الصغار والكبار تتصل على القريب والبعيد وتسأل عن الأحوال ولا تترك الهدايا للأقارب هي امرأة زاهدة ثيابها قليلة وثيابها رثة أصيبت هذه المرأة بمرض السرطان ومن صبرها نسر الله عز وجل يجعلها في الفردوس الأعلى من صبرها وثباتها بقيت سنة ونصف لم تخبر أحدا إلا زوجها وأخذت عليه العهد والميثاق والأيمان المغلَّضة ألا يخبر أحدا ومن صبرها وثباتها رحمة الله عليها أنها لا تظهر لأحد شيئا من التعب والمرض فلم يعلم بها حتى أولادها وابنتها الكبيرة التي تخرج معها إذا خرجت لم تعلم بمرض أمها إذا جاءها أحد محارمها أو أحد إخوانها أو ضيوفها من النساء فإنها تستعد وتلبس الملابس وتظهر أنها طبيعية وكان أحد إخوانها أحس بأنها مريضة وفيها شيء فقد انتفق بطنها وظهر عليها علامات المرض ولما ألحوا عليها إلحاحاً عظيماً أخبرتهم بشرط ألا تذهب إلى المستشفى تريد الاكتفاء بالقرآن والعسل وماء زمزم ولما ألحوا عليها وأخبروها بأن هذا الأمر والعلاج والدوى لا ينافي التوكل وافقت وشرطت أن تذهب إلى مكة قبل أن تذهب إلى المستشفى تذهب إلى مكة ثم ذهبت في الصيف الماضي مع أهلها وبقيت قرابة الأسبوعين لما رجعت من العمرة وذهبت إلى الدكتور شرطت أن لا يدخل عليها أحد غير الدكتور غير رجل واحد مع وجود زوجها وكانت متحجبة ومغطية وجهها ولابسة القفازين ولم تكشف إلا موضع الألم المحدد في جزء من البطن حتى لا يرى شيئًا آخر منها فرأى هذا الطبيب وتعجب واستغرب من وضعها ومن صبرها فرأى أن الماء السام بسبب الورم في بطنها وصل إلى ثلاثة عشر لتر وكان من بغضها للمستشفى تقول لأحد إخوانها وفقه الله وهو الذي اهتم بها ويراعيها في آخر وقتها تقول له إني أبغض الشارع الذي فيه المستشفى لأنها لا تريد الذهاب إلى الرجال ولا الخروج من البيت تحسن تحوالها في رمضان الماضي ثم عرض عليها أخوها الحج فلم توافق وحصل لها شيء من التردد لأنها إذا قامت يحصل لها دوار أو تعب أو إعياء ولا تستطيع أن تنهر واقفه واستبعدت الحج لكن لما أصر عليها حج بها أخوها يقول قد حجدت كثيرًا مع الشباب وجرَّبت عدَّة رحلات أو في النزول من درج الجمَرات يقول أخوها كان بعض عمال النظافة حول الجمَرات قد وضعوا حبالًا لتنظيف ما حول الجمَرات يقول لما قدمنا لرمي الجمْرَة هو وأخته يقول لم نستطع أن نقرب فنادانا أحد العساكر فقال أدخل من تحت الحبل بدون أي سبب وحصل لهم هذا الأمر في الدور الثاني في اليوم الثاني ولما أرادوا النزول ناداهم أحد العساكر بدون أي سبب ولا يظهر على المرأة أي علامات من علامات التعب أو المرض لكن ناداه أحد العساكر وقال ننزل من هذا الدرج يقول أخوها وكل المناسك قد يُسِّرت لنا كانت هذه المرأة تهتم بالدعوة فقل ما تذهب لمجلس إلا وتذكِّر بالله عز وجل أو تدعو إلى الله تعالى أو تعلم أو تخرج كتابًا من شمطتها وتقرأ أو تأمر إحدى النساء بالقراءة وهي التي تشرح قد كفلت يتيمًا على حسابها لا تذهب لقصور الأفراح وهي قليلة الاختلاط بالنساء إن اجتمعت مع النساء لا تحضر إلا للعلم أو للدعوة إلى الله عز وجل وليس عندها إلا جزمةٌ واحدة طيل حياتها وليس عندها ذهبٌ أبداً فقد باعته كله حتى قبل مرضها كانت تركِّز على البرامج الدعوية وما زال الكلام لأخيها كانت تركِّز على البرامج الدعوية لأفراد العائلة وفي كل سنة تؤكِّد على إخوانها ترتيب البرامج في مكة إذا ذهبوا في الصيف جميعًا وتركِّز بالأخص على الخادمات وتعلمهن وتعطيهن بعض السور للحفظ كانت منذ فترة تتواصى مع أخيها على قيام الليل فالذي يقوم الأول هو الذي يتصل بالآخر قبل الفجر بنصف ساعة ثم بدأت أمهم حفظها الله وصبرها وثبتها بدأت أمهم معهم مع هذه المرأة المريضة ومع هذا الأخ البار ثم بدأت هذه المرأة تتواصى مع نساء الجيران وفي شدة مرضها في سكرات الموت لما كانت في المستشفى قبل وفاتها وفي أثناء المرض ما تذمَّرت ولا تأفَّفت ولا جزعت بل كانت صابرةً محتسبة يقول أخوها أشد ما سمعت منها من الكلمات قالت يا رب فرِّج عني وكانت في أثناء السكرات يقرأ عليها أحد الرُّقات فماتت وهو يقرأ عليها رحمه الله أما بالنسبة للتغسيل لما أحذرت لمغسلة الأموات يقول أخوها قد أصرَّ الصغار والكبار حتى الأطفال من العائلة على حضور التغسيل فحذروا جميعاً في مغسلة الأموات وصلَّوا عليها أما أخوها الذي كان يُلازمها فقال لقد رأيتها لما أخرجت من الثلاجة قد تغيَّر الشحوب الذي كان فيها والتعب وانقلب إلى نورٍ وبيض وكانت هذه المرأة والصابرها المحتسبة رحمها الله رأت رؤيا قبل موتها بشهرٍ ومسفل كأنها جاءت لدار تريد أن تدخلها فسمعت رجالًا يقولون عند الدار ليس هذا بيتُكِي اذهبي لبيتٍ آخر ثم رأت قصرًا أعلى منه وله درجٌ رفيع أو سلالمُ رفيعاً فلما أرادت أن تصعد ناداها رجلان من أعلى القصر وهذا كلُّه في الرؤية وهي التي قصَّت هذه الرؤية على من حولها وكان في أعلى القصر رجلان وعرضا عليها المساعدة لتصعد الدرج فتحمَّلت وتصبَّرت ثم صعدت بنفسها بعد تعب تقول لما صعدت إلى القصر أحسست براحةٍ وسعادةٍ وسرور حتى وهي في المنام ثم قالت لمن حولها لا تفسِّر هذه الرؤية فأنا إن شاء الله عز وجل أستبشر بخير فرحمة الله عليها وجمعها وأهلها في الفردوس الأعلى كتبت إحدى مديراتي مدارس التحفيظ تقولوا تقدَّمت امرأةٌ للتسجيل في مدرسةٍ من مدارس التحفيظ فلم تُقبل هذه المرأة لاكتفاء المدرسة ولأنها تقدَّمت هذه المرأة متأخرة إلى مكتب المديرة تقولوا تقدَّمت هذه المرأة وهي تبكي بحُرقة وتقولوا أرجوكم لا تردُّوني فإني والله مُسرِفة على نفسي بالمعاصِي وكلما عزمت على التوبة والرجوع إلى الله عز وجل أضعف وأعود إلى ما كنتُ عليه تقولوا هذه المديرة فلما سمعتُ ما قالت ولمستُ صدق حديثها ورأيتُ بُكاءَها قبل التُهار ودخلت في ذلك العام في دورة الحفظ والتجويد أو في دورة الحفظ في سنة والتجويد في السنة التي بعدها تقولوا بفضل الله عز وجل قد ختمت كتاب الله تعالى وهي من المعلمات القديرات الداعيات إلى الله عز وجل بل من خيرة الأخوات الصالحات ولا أُزكيها على الله عز وجل إمرأةٌ أخرى قربت السبعين من عمرها تحفظ القرآن في نفس هذه المدرسة تحضر لحفظ القرآن في الصباح وفي المساء في نفس المدرسة تقول هذه الكاتبة هذه امرأةٌ عجيبة امرأةٌ نذرت نفسها وصلت إلى السبعين امرأةٌ نذرت نفسها لله عز وجل وللأعمال الخيرية التي تُقرِّبُها إلى الله عز وجل فهي لا تفتر ولا تكسل ولا تستكين طوال العام تعمل في الصيف وفي الشتاء ولا تُرَى إلا في طاعة تعيش هذه المرأة في منزلٍ كبير لوحدها معاملةٍ لها درَّبتها على العمل الخيري والاحتساب ولها عدة أعمال منها أنها تشارك في كثيرٍ من البرامج بل تقول هذه الكاتبة في كل برنامج أو مشروع أو جمع تبرُّعات ما يُقام شيء إلا ويكون لها سهمٌ كبير وقد رزقها الله عز وجل بأبناء بارين بها ويعينونها بالمال وبما تستطيع تقول فوالله إن هذه المرأة مصدرٌ مهمٌّ بعد الله عز وجل بإمدادنا بالهمة العالية والعزيمة الصادقة وهي نموذجٌ حيٌّ يندر وجوده في هذا الزمان جاء رجلٌ كان مسرفًا على نفسه بالمعاصي وكان يشرب الخمر يسهر مع رفقاء السوء على الخمر والغناء وكان يترك الصلاة أو يُصلي أحيانًا حياءً أو خجلًا أو مُجاملة وذات مرة زار أحدى قريباته فحمل طفلًا من أولادها فبال هذا الطفل على هذا الرجل العاصي المُسرف على نفسه يقول هذا الرجل بعدما تاب فقلت لأمه خذي هذا الطفل فقد بال على ملابسي قالت الحمد لله أنه لم يبُل على ملابسي فلاه وكان قد حضر معه أحد أقاربها من محاربها فاستغرب هذا الرجل الذي هو العاصي وكلنا ذاك الرجل وقال ما السبب؟ قالت أنت لا تصلي مثل هذا الرجل والبول على الثياب لا يضرُّك بهذه الكلمات القليلة أنت لا تصلي لست مثل هذا الرجل البول على الثياب لا يضرُّك يقول فرجعت إلى المنزل وتُبتُ إلى الله عز وجل واغتسلت وتركت الخمر وهجرت رفقاء السوء ونزمت الصلاة وفرحت بي زوجتي المتدينة التي تحُثني دائماً على ترك الخمر يقول الكاتب لما أخذ منه بعض هذه القصة يقول الكاتب لقد رأيت الرجل قبل موته يترك أي عمل إذا سمع المؤدَّم وإذا كان في السيارة يقف عند أقرب مسجد إذا سمع الأدام فرحمة الله عليه وعفى عنا وعنه أمرأةٌ أخرى متحجبةٌ بعد الخمسين لقد تقدَّمت بها السن وهي لا تهتمُّ باللباس الشرعي وليس عندها من ينصح هذا يقول أحد أقاربها أنشأت جماعة أنصار السنة المحمدية في قريتنا مكانًا لتحفيظ القرآن وخصصوا مكانًا للنساء فبدأت هذه المرأة تحضر وتأثَّرت بالدروس والحجاب والصلاة وتركت مصافحة الرجال وحفظت بعض قصار السور وتحجَّبت حجابًا كاملًا وغطَّت وجهها ولما زاد عمرها وتقدَّمت بها السن قيل لها إن وضع الحجاب في حقك جائز لا بأس به ثم يذكرون لها أولى الله عز وجل والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحًا فليس عليهم جناحٌ أن يضعن ثيابهن غير متبرجاتٍ بزينة ويسكتون تقول أكمل هذه الآية وَأَنْ يَسْتَافِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَبِيعٌ عَلِيمٌ كانت تقول أريد العفاف ولا طالما كشفت وجهي وأنا صغيرة وأنا جاهلة فكيف أكشفه أنا كبيرةٌ متعلمة حافظة وبالتزامها بالحجاب تأثَّرت بها أصغر بناتها في البيت فتحجَّبت كأمها امرأةٌ أخرى أمريكيةٌ يضربها زوجها أمريكيةٌ نصرانية تزوَّجها رجلٌ سيُّء الخُلُق يدَّعي أنه مسلم وطوال الثمان سنوات كما تقول لم يُحَدِّفُها عن دينه وبعد مُدَّة تقول رأيت رؤيا في المنام سمعت فيها الأذام وبعد مُدَّة وهي تشاهد التلفاز رأت المُسلمين في شهر رمضان في إحدى الدول وسمعت الأذام مرةً أخرى رأت فقط المُسلمين في شهر رمضان قد يكونون ذاهبين إلى المسجد أو يُفترون في الحرم وسمعت الأذام مرةً أخرى فارتاحت كثيرًا وبدأت تقرأ وتبحث عن الإسلام فأسلمت ومن أسباب إسلامها سألت عن أمر زوجها فقيل إنه مسلم كمثل هؤلاء الذين يصومون رمضان وكان عندها اضراب بين زوجها وبين المسلمين في عقلها لكن تقول بدأت وأقرأ وأبحث عن الإسلام فأسلمت وعندما أسلمت تحجبت فتلقاها زوجها سيع الخلق بالضرب والسب ومزَّق حجابها لأنه رجلٌ دبلوماسي كما يقول وهي تُحرِجُه كثيرًا بين بعض المسؤولين بهذا الحجاب وازدادت معاملته سوءًا يوماً بعد يوم وكان يضربها هذا الرجل بشراسة وحقد حتى بقيت عدة أشهر تتعالج في المستشفى بسبب ضربه وعملت رات عمليات في العمود الفقري واستعملت كرسي العجلات سنة ونصف وصل بهم الأمر إلى الطلاق وقد رفعت هذه المرة عليه دعوة عند القاضي لكن كانت تقول هل أسقطوا الدعوة عن هذا الرجل وأفوض أمري إلى الله عز وجل أو طالبه به مع أني سأضطر وأقف أمام القاضي وهي لا تريد ذلك لأنها احتمال أن تخضع لفحصًا طبي لأجل تكميل الدعوة القضائية فتضطر معها إلى عرض جسدها على الأطباء فهذا الذي دعاها لإسقاط الدعوة واستمرت هذه المرة على دينها متمسكةً بحجابها لم يغيِّر دينها هذا الرجل سيء الخلق إمرأةٌ أخرى ما زالت تنصح زوجها من أول الزواج أن يترك التدخيل واستمرت معه بالنصف حتى رزقهم الله عز وجل الطفل الأول وأخرى كانت تنصح زوجها في ترك هذه العادة السيئة ولا يقبل ولا يهتم ولا كأنها تكلمه ففي ذات مرة تقول دخل علينا ابننا البالغ ثلاث سنوات وفي فمه سيجارة وبدون شعورٍ منه صفع ابني وابنه وهي أول مرة يضرب زوجي أحد أبنائه لأنه رحيمٌ بهم يحبهم ويعطف عليهم فقالت الزوجة بهذه الكلمات القليلة اليسيرة استغلت هذا الموقف ودعت زوجها إلى الله عز وجل وقالت إنه يعتبرك القدوة لذلك يعمل مثل هذا العمل فخرجت هذه الكلمات من قلبٍ صادقٍ ناصح فوقعت في قلبه فأقلع من ذلك اليوم عن التدخيل كلمةٌ مؤثرة كانت متهاونةً بالصلاة زوجها كثير الأسفار ولذا فإنها اعتادت على الخروج دائماً من المنزل بالاستئذام حتى مع وجود زوجها تخرج بدون استئذام وكان إذا قدم من السفر يغضب إذا رأى خروجها وينصحها بعدم الخروج ويحثها كثيراً على تربية الأولاد تقول هذه المرأة لم أهتم كثيراً بما كان يقول وكنت أخرج بدون استئذام وكنت ألبس الملابس الفاخرة وأتعطر بأحسن العطر وسمعت ذات مرة أنه سيقام في منزل أحد الأقارب محاضرة لإحدى الداعيات فذهبت إلى حضورها حباً للاستطلاع فتحدثت هذه المرأة الداعية الحكيمة عن بعض مخالفات النساء حتى أبكت الحاضرات قالت فتأثرت بها وسألتها عن حكم خروجي من البيت من غير إذن الزوج فبينت لي أن هذا حرام إلا بإذن الزوج وأرشدتها أن لا تتبرج وأن تحافظ على نفسها قالت لما قدم زوجي من السفر اعتدرت منه وطلبت منه السماح والعفو واستأذنته للخروج مرة من المرات فقال منذ متى وأنت تستأذنين مني فقالت له هذا الخبر وهذه القصة فحمد الله عز وجل على نعمة الهداية لا تنكر أثر الكلام فإنه أثر عجيب في النفوس مجرب امرأة حفظها حجابها سافر زوجها وتركها مع أولادها وأوصى أخاه الكبير بأن ياتي لزوجته وأن يقوم بأعمال البيت ويتابع الأولاد تقول هذه المرأة كان ياتي هذا الأخ الكبير كل يوم تقريبا وكان لطيفا في أول أيامه لكن لما أكثر التردد علينا وليس عندي محرم ولم أتحجب بدأت تظهر منه تصرفات غريبة حتى قدم زوجي وكنت أريد أن أفاتح زوجي بالموضوع لكن خفت من المشاكل ثم سافر زوجي مرة أخرى ورجع أخوه إلى حالته الأولى من الحركات الغريبة من الحركات الغريبة والكلام العاطفي وبدأ يعاكس زوجة أخيه وبدأ يحضر كل وقت لسبب ولغير سبب تقول هذه المرأة لقد تعبت من تصرفاته فكرت في الكتابة لزوجي لكن تراجعت حتى لا أضايقه لأنه في بلد آخر يبحث عن المعيشة وحتى لا تحصل مشاكل وقلت لابد من نصيحة هذا الخائن الغادر ونصحت هذا الرجل الذي ليس برجل لكن لم ينفع فيه النصح وتقول كنت أدعو الله عز وجل كثيراً أن يحفظني منه تقول فطرات علي فكرة ففكرت في لبس الحجاب وتغطية وجهي وكتبت لزوجي بأني سأترك مصافحة الرجال الأجانب فشجعني زوجي وأرسل لي كتباً وأشرطه وعندما جاء شقيق زوجي كعادته ذاك الخائن ورآني ملتزمة بالحجاب وقف بعيداً وقال ماذا حصل قلت لن أصافح الرجال ولن يراني إلا محارمي فوقف قليلاً ثم نكس رأسه فقلت له إذا أردت شيئاً فكلمني من وراء حجاب فانصرف فكفَّ الله عز وجل شرَّه عنها إمراتٌ أخرى متمسكةٌ بصلاتها إلا أن زوجها يحبُّها كثيراً ويغار عليها وهو كثير الشكوك في زوجته ورزقهم الله عز وجل بولدين تقول لكن ما زال شكاكاً في أمري تقول وفكرت بطلب الطلاق أكثر من مرة وهي كما تقول متمسكة بصلاتها وليس عندها ملحبات أو ذنوب أو معاصي تقول كان إذا سافر أرتاح وإذا حضر فنحن في مشاكل تقول فتعبت كثيراً من كثرة التفكير وما هو الحل فلم نجد حلاً إلا ترك مصافحة الرجال ثم التزمت بالحجاب الشرعي وغطيت وجهي فلا يراها أحد فبعد أن تحجبت تحسن حال زوجها ولم يعد شكاكاً في زوجته فتاة تأثرت بمحجبة من زميلاتها تقول هذه البنت تجولت مع أسرتي في أكثر من دولة عربية لاحظت أن بعض نساء الريف يلبسن ملابس طويلة ساترة ولا يظهرن أمام الرجال على جانب اعتقدت أن هذا الأمر من عادات البلاد ولم أعرف أن هذا من تعاليم الإسلام تقول لما عشنا في مصر بدأت بالدراسة في المرحلة الثانوية وجلست بجانبي طالبة محجبة وسألتني أول ما جلست قالت لماذا أنت يا فلانة لا تتحجبين أو لم تتحجبين تقول لم أرد عليها ونظرت إليها باستغراب ثم انصرفت عنها لكنها لم تتركني فأخذت تنصحني وتعلمني طوال العام تعاليم الدين وأشياء لم أتصور في يوم من الأيام أنها محرمة تقول ومما ساعدني على تقبل نصحها أني كنت أحبها كثيراً لعدبها وأخلاقها وحيائها وتفوقها في الدراسة تقول انتهى العام وانقطعنا تقول فأحسست بالوحشة لأني فقدت تلك الداعية الصالحة وابتعدت عن الحجاب وعن الخير وكنت إذا نظرت للمحجبات أتمنى أن أتحجب وإذا نظرت إلى السافرات أطمح أن أكون مثلهم في العناية بالمظهر وجذب الشباب تقول فانتقلنا أخيراً إلى المملكة وكانت تلك البنت المترددة بين الصالحات وغيرهم كانت في الصف الثالث التنوي تقول فلم أرى الاختلاط في مدارس المملكة ورأيت الفتاة وجمالهن وأدبهن وهن في مداء الحرية بين الطالبات المرأة لا ينظر إليها إلا النساء تقول مع غاية التدين والحجاب أمام الرجال فرأيت أنهن لا ينقصهن عن غيرهن شيء فتأثرت بهذا المنظر الرائع حجاب أمام الرجال وراحة ومتعة بين النساء بمعنى أنهن لا يعصين الله عز وجل بين النساء تقول ولما كنت أخرج من المدرسة أخرج مغطية وجهي وكنت أشعر أنني ملكة وأنني في غاية السعادة وكنت أجلس أثناء الفسحة في مصلى المدرسة أستمع للذكر والعلم فأخرج في كثير من الأحيان وأنا باكية متأثرة وأحب من ينصحني وتبقى النصيحة عالقة في ذهني لا تغيب ما أحلى الأيام مع الله عز وجل وقد تخلصت من كل ما يغذب الله تعالى ثم كتبت هذه البنت بعدما التزمت بالحجاب نصيحة للمرأة أن تحافظ على حجابها وشرفها وعفتها وحذرت النساء من السفور وتصديق أدعياء الحرية أما ما جاء عن أم صالح امرأة في قصتها شيء من العجب والطول فتحملوا قليلا أم صالح امرأة بلغت الثمانين من عمرها تتفرغ لحفظ الحديث إنها نموذج فريد من عجيب النساء أجرت مجلة الدعوة حواراً معها فقالت هذه المرأة إنها بدأت بحفظ القرآن في السبعين من عمرها بدأت بالحفظ في السبعين امرأة صابرة عالية الهمة قالت هذه الحافظة الصابرة كانت أمنيتي أن أحفظ القرآن الكريم من صغري وكان أبي يدعو لي دائماً بأن أحفظ القرآن كإخواني الكبار فحفظت ثلاثة أجزاء ثم تزوجت وأنا في الثالثة عشرة من عمري وانشغلت بالزوج وبالأولاد ثم توفي زوجها ولها سبعة أولاد كانوا صغاراً تقول فانشغلت بهم بتربيتهم بتعليمهم بالقيام على شؤونهم وحين ربتهم وتقدمت بهم الأعمار وتزوج أكثرهم تفرغت هذه المرأة لنفسها وأول ما سعت إليه أنها بدأت بحفظ القرآن كانت تعينها ابنتها في الثانوية وكانت المعلمات تشجعن البنت على حفظ القرآن فبدأت مع أمها كل يوم تحفظ عشر آيات أما طريقة الحفظ كانت ابنتها تقرأ لها كل يوم بعد العصر عشر آيات ثم ترددها الأم ثلاث مرات ثم تشرح لها البنت بعض المعاني ثم تردد هذه الأم الآيات العشر ثلاث مرات أخرى ثلاث ثم شرح ثم ثلاث وفي صباح اليوم الثاني تعيدها البنت لأمها قبل أن تذهب للمدرسة وكانت هذه المرأة الكبيرة في السن تستمع لقراءة الحصر كثيراً وتكرر الآيات أغلب الوقت حتى تحفظ فإن حفظت أكملت أكملت إن لم تحفظ فإنها تعاقب نفسها وتعيد حفظ الأمس تعيده في اليوم مع بنتها وبعد أربع سنوات ونصف حفظت هذه الأم إثنى عشر جزءاً ثم تزوجت البنت ولما علم الزوج بشأنها بشأن زوجته مع أمها وطريقة الحفظ استاجر بيتاً قريباً من منزل الأم وكان يشجع البنت وأمها ويحضر معهن أحياناً ويفسر لهن الآيات ويستمع لحفظهن واستمرت هذه البنت بعد زواجها مع أمها ثلاثة أعوان أيضاً ثم انشغلت بأولادها هذه البنت ثم بحثت البنت عن مدرسة تكمل المشوار مع الأم فأتت لها بمدرسة فأتمت حفظ القرآن هذه المرأة الكبيرة أتمت حفظ القرآن وما زالت ابنتها إلى إجراء الحوار مع أمها والبنت تواصل الحفظ حتى تلحق بالأم الكبيرة في السنة وقد حفظت القرآن بعد أكثر من عشر سنوات أما النساء حولها فتأثرن بها فبناتها وزوجات أبنائها تحمسن كثيراً وكنا دائماً يضربنا المثل بهذه الأم العجيبة وبدأنا بحلطة اسبوعية في منزل الأم للحفظ فصارت هي العالمة بينهن أو الحافظة بينهن وقد أثرت هذه المرأة بحفيداتها فكانت تشجعهن على الاتحاق بدور التحفيظ وتقدم لهن الهدايا المتنوعة أما جارات بيتها جيران منزلها فأول الأمر كنا يحبطنا عزيمتها ويرددنا إصرارها على الحفظ لضعف حفظها ولما رأينا استمرارها وصبرها بدان يشجعنها تقول هذه الأم المربِّة العجيبة التي حفظت القرآن بعد الثمانين تقول حينما علمت هؤلاء النسوة أني حفظت القرآن رأيت دموع الفرح منهن وهذه المرأة كثيرا تستمع لإداعة القرآن وتقرأ في صلاتها السور الطويلة بدأت بالحفظ وعمرها تجاوز السبعين ثم لم تكتفي هذه المرأة بحفظ القرآن فانتقلت إلى حفظ الأحاديث النبوية فهي تحفظ إلى إجراء الحوار تسعين حديثا وتحفظ مع إحدى بناتها وتعتمد على الأشرطة وتسمع لها ابنتها كل أسبوع ثلاثة أحاديث استمرت هذه المرأة أكثر من عشر سنوات في الحفظ تقول أحسست بارتياح عجيب بعد حفظ القرآن وغابت عني الهموم والأفكار وملأت وقت فراغي بطاعة ربي اقترحت عليها بعض النسوة أن تدخل في دول تحفظ القرآن فأجابت هذه المرأة وردت إن امرأة تعودت على الجلوس في البيت ولا تحمل الخروج وتدعو كثيراً لابنتها وتشكرها أنها بدلت معها الكثير الكثير تقول وهذا من أعظم البر والإحسان خاصة أن البنت كانت في مرحلة المراهقة وما زال الكلام للأم خاصة أن البنت في مرحلة المراهقة التي يشكو منها الكثير فكانت البنت تضغط على نفسها وعلى دراستها لتفرِّغ نفسها لتعليم أمها بصبر وحكمة ثم ختمت هذه المرأة الصالحة وقالت لا يأس مع العزيمة الصادقة ولا يأس مع قوة الإرادة والعزم والدعاء ثم البداية في حفظ القرآن ثم قالت والله ما رُزِقَت الأم بنعمة حبِّي إليها من ولدٍ صالحٍ يُعينُها على التقرَّب إلى الله عز وجل صدق الشاعر حيث قال بصرتُ بالراحة الكبرى فلم أُرَها تُنالُ إلا على جسرٍ من التعبِي وعلى الله أُستاذتي جعلتِ جُلَّ اهتمامكِ الدعوة وجعلتِ نصبَ عينيكِ إيقاظَ القلوب الغافلة فأنتِ المنار الذي أضاءَ لنا الطريق لن ينساكِ مُصلَّى المدرسة لكن سيفقدُ صوتَك العدب وكلامَك الرَّصين والقصص الهادفة التي تأتينَ بها والمواعِضَ الحسنَة ولن أنسى جموعَ الكلمات التي تصدُرُ منها ولن أنسى المُعلمات ولا الطالبات ألا يُسرِعن لحضور درسك في وقت الاستراحة ستبقى كلماتُك ونصائحُك محفوظةً في جُعبتي لن أنساها ما حييت لا تُنكرُوا أثر الكلام فإنه أثرٌ عجيبٌ في النفوس مُجرَّبُه ومهما كتبتُ أو دُونت لن أصل إلى نصف ما بذلتيه لنا وقالت بنتٌ أخرى عن هذه المُعلمة ما زالت كلماتُها في قلبي إلى الآن لما قالت لي ناصحةً لي إن للإيمان طعماً حلواً لم يتذوقُه إلا من أطاع الله عز وجل ما زالت القصص التي قلتيها في قلبي ووجداني لقد رأيتُها في المنام قبل وفاتها سمعتُ صوتًا حول هذه المُعلمة يقول هذه المرأة على طريق العُلماء تقول فلما أخبرتُها تبسَّبت رحمها الله أما مع الفنانات التائبات وأختمُ بهن هذه المُحاضرة الفنانات كان لهن دورٌ في نشر الرذيلة والأفكار الهدَّامة ففي رجوعهن إلى الله عز وجل دعوةٌ راضحة لمن يتابعهن أن أحسن طريقٍ في الحياة طريقُ الهداية والطاعة والقرآن تقول الفنانة سُهيل رمزي لأول مرة بعدما تابت تقول لأول مرة أذوق طعم النوم قريرة العين مطمئنة البال مرتاحة الضمير وأما سببُ هدايتها فعجيب كانت سُهيل رمزي قبل أن تتحجب ولما كانت تُزاول الفن حضرت في مركزٍ لتعليم القرآن والاجتماعي الدعاة والداعيات في مصر وكان هذا المركز بمال إحدى التائبات من الفنانات وهي ابنة الشيخ الحُصري رحمه الله تقول إن هذه الفنانة التائبة أو الممثلة التائبة لما تابت أقامت هذا المركز وجعلت شيئًا من الريع والوقف لأبيها المتوفّر وهو القارئ الحُصري رحمه الله وثبَّت ابنته عن الحق والخير تقول كانت هذه الشابة البارَّة بأبيها رحمه الله تحضر بعض الدعاة فحضر أحد الدعاة لبعض النسوة وكانت هذه سويل رمز حاضرة بين النساء وهي غير متحجِّبة تقول أول ما بدأ الملقي يتكلم تكلم وقال إن تسعةً وتسعين من أشراط الساعة الصغرى كالظهرت وإن هذه الزلازل التي لراها في العام الزلازل الكثيرة في العالم إنها تؤذن بقرب القيامة الكبرى ثم تلا قول الله عز وجل إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها إلى آخر السورة تقول فلم أتمالك نفسي وبكيت كثيرًا كثيرًا وعرفت أني ضائعة وأني تائها ثم أسندت راسي على كتف أمي وقلت إني أعلن الرجوع إلى الله عز وجل ثم لما تابت تقول لأول مرة أذوق طعم النوم قريرة العين مطمئنة البال مرتاحة الضمير فنانة تائبة أخرى هاله الصافي تقول لقد شعرته بعدما تابت لقد شعرت بالحياة الحقيقية بعد الهداية فنانة أخرى اسمها نسرين تقول قبل التوبة تقول لزوجها في بعض المرات إذا رجعوا من بعض السهرات المريبة لا البريئة تقول لزوجها أحس أننا موتى ولما تابت قالت إننا ولله الحمد لا نشعر باكتئاب ونستمتع بطمأنينة لا حدود لها وتقول شاديها أيضاً لما تابت ما أحلى الإيمان وعلى من تذوقه أن يدل الناس على سبيله وأشعر بالأمان الحقيقي في ظل الإيمان وقد لاحظت أن من أسباب رجوعهن وسبب عجيب جداً بعض الناس يذهب إلى الحج أو إلى العمرة ولا يتأثر قلبه ولا يبكي وإذا رأى من يرمي الجمرات والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما جو على الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمرات لإقامة ذكر الله عز وجل وقد علمت عن بعض الصالحين أنه لا يتمالك نفسه أبداً إذا رمى الجمرات وإذا وقف للدعاء اقتدام بالنبي عليه الصلاة والسلام فمن أسباب رجوع كثير منهن رؤية الطائفين وإذا ذهب بعضهن وهي على حالتها السيئة في الفن تذهب إلى العمرة أو للحج وبعضهن تنهار في الطواف من شدة البكاء وتعاهد الله عز وجل أثناء الطواف أن تتوب إلى الله تعالى ومن أسباب رجوعهن كثرة الدعاء تقولها لفؤاد وقد توفيت رحمها الله توفيت بسبب مرض خطير لكنها لم تتنازل عن إيمانها وعن دينها وماتت صابرة محتسبة تقول كنت دائماً أدعو الله عز وجل أن يهديني ويريني الصواب وأن يبعدني من الخطأ طيلة سنوات وتقول سهير رمزي كنت أخلو بنفسي في بعض الأوقات أدعو الله عز وجل أن يهديني وتقول هالا الصافي توسلت إلى الله عز وجل وصليت الاستخارة كثيراً أن يلهمني الصواب إن كان طريق الفن هو الصواب أنا أستمر فيه وإن كان طريق الحق هو الصواب أن أرجع إليه ظهرت من عشرات السنين وما زال يتردد ويزداد رجوع الفنانات والموذيعات والممثلات عن الفن ويظهر منهن الإقبال على الله عز وجل وأنهن بأعداد غير قليلة إلا أن الإعلام يتكتم عليهم ولا يظهر شيئاً من أمرهن إلا النادر ومن المعلوم عباد الله أن الفتاة الممثلة أو الراقصة الشهيرة التي تُبذل لها الأموال وتُوخذ بالأحضان وتُشجَّع ويلقى عليها على رأسها الأموال الكبيرة جداً والكثيرة لا تضحي هذه الفتاة التي عاشت على المعصية بهذه المغريات الكثيرة إلا إذا كان في قلبها إيمان قوي تحرِّكه فطرة سليمة ومع رجوعهن إلى الله عز وجل إلا أنهن لا يسلم من شياطين الإنس والجن من شياطين الإنس الذين يأتون لهن تارة بالترهيب والملايين وتارة بالترهيب والتهديد وإخراج الفضائح والصور القديمة ومع ذلك يصبرن ويتحمن وقد يُتهمن بالوسواس أو قلة العقل أو ذبول الجمال أو عدم اهتمام الجماهير لكن هذا لم يُغيِّر عددًا منهن من اللا يرجعنا إلى الله عز وجل وأسأل الله عز وجل يُثبِّتنا جميعًا على الحق والصلاح منهن أيضًا مونى عبدالغني فنانةٌ سابقة أعلنت توبتها إلى الله عز وجل توبتها لله تعالى لبست الحجاب وطالبت وصائر الإعلام أن لا تُخرِج شيئًا من أغانيها ولا صورها تقول أما بداية هدايتي فقالت كنت أُفكِّر دائمًا لو جاء الموت إلي وأنا على هذه الحالة وأنا غير مُستعدَّة للقاء ربي فماذا أفعل؟ وكنت أصحو فزعةً من النوم أحيانًا ليحاسب نفسي بشدة أريد جوابًا لهذا السؤال أريد تطبيقًا لهذا السؤال قالت كانت أخواتي يرتدين الحجاب وعائلتي متدينة وأخي ممدوح رحمه الله يلح عليَّ دائمًا بأن ألبس الحجاب لا تُنكر أثر الكلام تقول قبل وفاته بأربعين يوماً كان يُحذر لها الأشرطة الدينية والمواعظ عن الموت وعن الآخرة تقول فتشرَّب قلبي هذه المواعظ ثم توجَّه أخي ممدوح رحمه الله إلى الحج وبعد الحج رجع إلى مقر عمله في باريس ومات وهو ساجد نسأل الله من فضله فلما مات تقول أفقت من هذا السُّبات العظيم وأفقت على هذا النور الذي بزغ لي وسط الظلام وقبل أن يوارى جثمان أخي قررت ارتداء الحجاب واعتزال الفن بعد ذلك تحسَّنت أحوالها مع الله عز وجل وأقبلت عليه بالعبادات وتركت العمل في معهد الموسيقى وتفرَّغت لابنتها لتربيتها تربيتًا صالحة وتقول لن أعود للفن مهما كانت المغريات وأقول وأخيرًا والكلام لها وأقول وأخيرًا ربنا لا تزي قلوبنا بعد إذ هديتنا وأما أخوها ممدوح رحمه الله فيحسن أن يقال عنه ما قال الشاعر يا رب حي الرخام القبر مسكنه ورب ميت على أقدامه انتصبا أما في نهاية هذه المحاضرة فأحمد الله عز وجل ووثني عليه وأشكره وأسأل الله تعالى أن يجمعني وإياكم في الفردوس الأعلى اللهم كما يسَّرت لي جمع هذه المادة فيسر حسابنا وآت نفوسنا تقواها وزكِّها أنت خير من زكَّاها أنت وليها ومولاها وصلِّ إله العالمين مسلِّما على الرسل والصحب الكرام الأطائيبي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلامٌ على المرسلين والحمد لله رب العالمين تم هذا العمل في ستوديو الكتائي الإخراج الفني والهندسة الصوتي أحمد العام وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة الهجرة للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالخضاء هاتف رقم 03.8954697 فاكس 03.8952496 صاحبكم إن شاداً أبو مصعب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشرقية مادنى الطهر الثمين درة بالحق غراء الجبين الشرقية مادنى الطهر الثمين درة بالحق غراء الجبين شعالة توقظ في أرواحنا خامد العزم وأنوار اليقين شعالة توقظ في أرواحنا خامد العزم وأنوار اليقين يا بنت الإسلام يا نسل الهلاء سطروا الأمجاد بالفتح المبين فتحوا أقفال في وجه الضحى أسعدوا إنسانا في دنيا ودين فجروا تلك الينابع التي تستقي منها قلوب المؤمنين تستقي منها قلوب المؤمنين أشرقي 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 يا مادنى الطهر الثمين درة بالحق غراء الجبين أشرقي يا مادنى الطهر الثمين درة بالحق غراء الجبين أشرقي يا مادنى الطهر الثمين درة بالحق غراء الجبين أبشري يا أخت بالفجر الذي سوف يأتي في عيون القادمين محصنات في خدور زودات بالتقى والخنق البر الأمين أبشري يا أخت بالفجر الذي سوف يأتي في عيون القادمين محصنات في خدور زودات بالتقى والخنق البر الأمين إن لئي أرض سلاماً وأهدى والزرعين دنيا وروداً يا سمين أنت يا أختاه واشرقاً هنا فاصعد العلياء بالدين الحصين فاصعد العلياء بالدين الحصين أشرقي 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 يا مادنى الطهر الثمين درة 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 بالحق غراء الجبين كل ما نرجوه يا ذات الضياء أن تكوني شرقاً في العالمين أشرقي يا مادنى الطهر الثمين درة بالحق غراء الجبين أشرقي يا مادنى الطهر الثمين درة بالحق غراء الجبين أشرقي يا مادنى الطهر الثمين درة بالحق غراء الجبين أشرقي يا مادنى الطهر الثمين